بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الطلبة سندرس في هذه الوحدة المعنى الهندسي للتكامل المحدد والمعنى الهندسي يصافي النظرية التالية إذا كان لدينا الدالة fx دالة تكاملية أي كمولة كمولة وfx أكبر من أو يساوي الصفر لكل x من الفترة a b ماذا يعني هذه الكلمة؟ كمولة معناته أن نهاية مجموع ريمن التكامل للدالة f بالنسبة للتجزئة عندما طول أطول فترات الجزئية سعى نحو الصفر موجودة والتي هي عبارة عن تكامل محدد وماذا تعني الشرط fx أكبر من أو يساوي الصفر fx طبعا هذا هو المحور ox وهذا هو محور الوايات أو محور fx فعندما أقول fx أكبر من الصفر أي أن المنحني يقع في نصف المستوي العلوي في الفترة فإن مساحة هذه المنطقة مساحة هذه المنطقة اللي هي عبارة عن تحت المنحني fx فوق المحور ox والمستقيمان الرأسيين x يساوي a و x يساوي b تعطى بالعلاقة التالية a تساوي التكامل من a إلى b إلى fx bdx إذن المعنى الهندسي للتكامل المحدد هو مساحة المنطقة المحصورة تحت المنحني فوق المحور ox والمستقيمان الرأسيين x يساوي a و x يساوي b الآن إذا كان عندي الدالة متصلة فسنرى بعد قليل في نظرية كل دالة متصلة هي كمولة إذن إذا كانت متصلة وكانت الأكبر من الصفر عنده إذن تحقق الشرطان الواردان في النظرية عنده إذن يمكن حساب قيمة التكامل وذلك من معلومية المساحة لنأخذ مثال توضيحي على هذا المفهوم احسب تكامل من سالب إلى 4 إلى 4 لتحت الجزر 16 ناقص x تربية الآن قبل كل شيء لحد الآن ليس بيدي أي أداة سوى التعريف واستخدام التعريف يعني ناخد تجزئ للفترة من سالب 4 إلى 4 نشكل مجموعلي من التكامل نبحث عن نهاية مجموعلي من التكامل عندما طول أطول الفترات الجزئية لحتى نحسب قيمة هذا التكامل هذا من الأمور الخيالية ولذلك يجب أن نلجأ إلى طرق أخرى من هذه الطرق هي النظرية التي تحكينا عن معنى الهندسي فأنا حتى أعرف قيمة هذا التكامل بعمل دراسة ماذا يمثل الدالة المستكملة الدالة التي أكاملها ماذا تمثل هندسيا عند إذن إذا عرفت المنطقة التي تمثلها هذه الدالة فأستطيع أن أحسب قيمة مساحتها لو أخذنا الدالة المستكملة الدالة المستكملة هي تحت الجزر 16 نائس X تربيع الآن إذا ربعنا الطرفين حتى نطير الجزر فإنني أحصل على الـ Y تربيع هي عبارة عن 16 نائس X تربيع إذا نقلنا السالب X تربيع للطرف الثاني فإنني أحصل على X تربيع زائد Y تربيع يساوي 16 هذه من أشهر المعادلات وهي معادلة دائرة مركزها مركزها الصفر صفر نقطة الأصل ونصف قطرها نصف قطرها R يساوي إلى جزر 16 هو عبارة عن 4 الآن عرفت الشكل الذي تمثله هي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 إذن هذه هي عبارة عن لكن أنا ما هذه المعادلة التي أكاملها التي أكاملها وهذه الآن من معرفتي لهذا الشكل برجع بعملية معاكسة بنقل X تربيع إلى الطرف الثاني فإحصل على Y تربيع يساوي 16 نائس X تربيع بجزر الطرفين فإحصل على Y تساوي زائد أو نائس تحت الجزر 16 نائس X تربيع إذن هو إما أن يكون الزائد يوافق القسم العلوي والنائس يوافق القسم السفلي أنا عندي أكامل القسم العلوي إذن معناته هذا ما هو إلا نصف الدائرة العلوي لمركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 4 عند إذن فعند إذن ما علي غير أن أقول أن قيمة هذا التكامل تساوي إلى المساحة ومساحة الدائرة مساحة الدائرة هي PR تربيع لكن أنا لا عندي نصف الدائرة فأقول أنه نصف PI R تربيع فأحصل على قيمة هذا التكامل حيث أن R قلنا هي عبارة عن 4 فنصف PI 4 للتربيع 4 للتربيع 16 تأسيم 2 8 فنحصل على هذه العلاقة أيضا كسؤال آخر لو طلب مني احسب التكامل من 4 إلى 4 وجدنا في الاصطلاح اللي أخذناه في الوحدة السابقة إنه إذا كانت بداية التكامل هي نفس نهاية التكامل فهذا اصطلاح قيمة التكامل تساوي إلى الصفر من أهم النظريات على الإطلاق في هذا الفصل إنه إذا كان عندك الدالة متصيلة على الفترة فهي كمولة على هذه الفترة الدالة المتصيلة هي دالة كمولة ولذلك في التمرين السابق أو الملاحظة اللي أخذناها سابقا إنه إذا كانت متصيلة إذن كلمة متصيلة تعني كمولة وبالتالي تحققت النظرية ولذلك عندما أردنا أن نحسب قيمة هذا التكامل حسبنا قيمة المساحة طبعا ملاحظة من المساحات المعروفة مساحة المستطيل الطول ضرب العرض مساحة المربع الضلع للتربية مساحة شبه المنحرف هو عبارة عن نصف القاعدة الصغرى زائد القاعدة زائد القاعدة الكبرى ضرب الارتفاع إذن مساحة شبه المنحرف مساحة المثلث هي عبارة عن نصف القاعدة ضرب الارتفاع مساحة الدائرة هي ب ارتربيع وهكذا هذه والصلاة والسلام على سيدنا محمد والسلام